ألم تراه في قاعة الولاءة؟ هل بعدها قامت بتتبعه؟ يبدو أن لديها رغبة في الموت سيكون لطيفاً ويوصل سلامها إلى عائلة إيكارد في حدا بدوكت الحدا وبيوصل السلام كمان يشيخ اطلوا عليه جمار بس شفت حب البطل البطلة حب من أول طعنة سيف Oh my God السلام عليكم يا رفاق ومرحباً بكم مرة أخرى في قناة كاكوراتشان في الحلقات الماضية قلنا أن بطلتنا كانت بنت عادية بتعاني من سوء المعاملة من أهلها فجأة في يوم من الأيام وهي بتلعب على لعبة دخلت في هذه اللعبة لكن سبحان الله ما دخلت في جسم البطلة دخلت في الجسم الشريرة وكل الناس بكرهوها وحسا لازم تخلي أحد الأبطال الرئيسيين الخمسة واحد منهم يقع في حبها حتى ما تلاقي نهاية زي في الرواية الأصلية وتموت تمام؟ تمام قبل أن نكمل لا تنسى الأعجاب والاشتراك في القناة عشان تفهموا القصص بالترثيق ثم يطرق أحدهم الباب كان كبير الخدم يدخل ويقول أن الدوق يريد رؤيتها تحضق فيه بنولبي وتقول هل دخل لغرفة آنسة بدون أن ينتظر ردها؟ لم يعاملوا الخدم في منزلها القديم بهذه الوقاحة حتى وتفكر ما الذي ستفعله؟ هل تغضب؟ بعدها تقول آه صحيح لا يمكنها أن تغضب حتى لو أرادت لكن عليها أن تتخلص من هذه الخيارات الكريهة أولا ثم تقول له أنها فهمت تقمل في عقلها أن هذا جيد بما أن الدوق يبحث عنها إنها فرصتها عندما كانت في كوريا كانت تجريل لوالدها وتخبره أن ينظر لقد تم قبولها إنها سعيدة جدا لكن والدها يستدير ويقول لها وماذا في هذا؟ لا تخبره أنها جاءت إلى هنا لهذا السبب فقط تخبره أن يدعها تنتقل من منزلهم تريد أن تسكن في مكان قريب من الجامعة وتبدل ما في وسعها على الأقل فليقوم بهذا فقط يستغرب ثم يقول حسنا سيدبر لها مكان وتقول بطلتنا أنه أخيرا انتهى كل شيء لم تدرس باجتهاد لتلطحق بجامعة مرموقة كي تعترف عائلتها بها لقد كان ذلك فقط لغاية الهروب من ذلك المنزل الجهنمي من الغباء والتوسل للحب والانتباه من أشخاص أساء معاملتها بينما كانت بنولبي تمشي كان الخدم يتهمسون وتقول بنولبي حتى قبل مجيئها إلى هذا العالم لقد تعرضت لهذه النظرات لعدة مرات ثم يطرق كبير الخدم باب غرفة الدوق ويخبره أن الأنيسة بنولبي قد جاءت ويقول لها الدوق أن تدخل وتدخل بنولبي عند الدوق الذي كان يعمل ويخبرها ها أنت هنا لكنه لم ينظر إليها حتى كان ذلك يذكرها بولدها تنحني إليه وتخبره لماذا طلب رؤيتها يقول أنه حدثت جلبة في صباح اليوم بعدها تظهر الخيارات خيار الأول أنه ليس عليه القلق وخيار الثاني هل كان يتوقع أن تحدث جلبة؟ الخيار الثالث أن كل ذلك بسبب الخادمة الغبية تقول بنولبي أن هذا مبالغ فيه حقا تعني من يهتم لإبنة متبنى وقحة وما الذي جعلها تظن أن الخيار الثاني كان أفضل خيار عندما كانت تلعب لو كان لون شعر وأعين بنولبي مشابه للإبنة الحقيقية للدوق لكسبت رحمة الدوق على الأقل فما تقول أنه لا يمكنها اختيار أحد هذه الخيارات الثلاثة تتوتر وتقول أنها تريد فقط أن تتخطى هذا الأمر الآن لأنها لا تريد الموت وتختار الخيار الأول أنه ليس عليه القلق حيال ذلك يقطعها الدوق ويقول بنولبي لقد مضت ستة أعوام من ضمامك لهذه العائلة تفكر بنولبي ستة أعوام؟ هذا صحيح كل الشخصيتان الرئيسيتان بعمر الثامنة عشر مما أن الدوق تتبنى بنولبي وهي بعمر الثاني عشر بعد أن تقول مهلا للحظة حفل سن البلوغ بهذا العام يعني ستصل لسن الثامنة عشر هذا العام؟ إذن كم تبقى من الوقت حتى تعود ابنة عائلة إيكارت الحقيقية؟ يكمل الدوق أنه لا يعلم إن كانت تعرف هذا أم لا لكنه ليس من السهل على أحد أن يطأ قدمه بهذا القصر فقد يسمح لأولئك الذين يثبتون جدارتهم عن طريق اختبار إنصارم قبل المرور ببوابات إيكارت بعد تبنيها لم يتردد في اعتبارها أنيسة من هذه العائلة فقد سمح لها حتى بإنفاق المال كما يحلو لها لكنه ليس متأكدا بعد إن كانت جديرة بلقب إيكارت حتى بعد مرور ستة أعوام بعدها تظهر خيارات لبنة لبي الأول تسأله هل سيقوم بطردها؟ الثاني أن تقول له ألم تخبره من قبل إنها لم تفتك بخطأ الثالث أن تجذو على ركبتيها يلمع هذا الخيار أمامها وتقول وأخيرا عندما كانت تلعاب كانت تقول أن كل شيء ممكن للحدوث وتتسأل ما هل كل الألعاب بنفس النظام هذه الأيام تجذو على ركبتيها توتر الدوق ويسألها ما الذي تفعله؟ تخبره أنها كانت غلطتها أنا أسفة يا أبي يصدم الدوق ماذا؟ أقالت أبي ويلمع النظام يقول أنها أنجزة المهمة المخبأة ذكر الكلمة المنسية أبي ويظهر لها خيار أتود إغلاق الخيارات؟ ثم تضغط بنلب على الخيار نعم وتقول لكن إن كان كما تظنه فستستطيع أن نجا في هذا العالم وتنادي على الدوق إيكارت مرة أخرى بأبي تقول في عقلها نجح الأمر وأخيرا تستطيع التحدث بدون أي خيارات لم تتوقع أنها ستنطق كما تريد بهذه الدرامية تكمل أنا أسفة على تسببي للفوضى أثناء فترة التجربية حدث ما حدث بسبب إهمالي بالإعدناء بخدمي لكني سأراجع أفعالي ماليا ولن أكرر ما فعلته ثانية وتقول في عقلها إن فكروا في الأمر فما حدث في الصباح لم تكن غلطتها أساسا إنها الضحية هنا لكن إذا استرجعنا أفعال بنلب لحد الآن فلن يفكر الدوق بهذا أصلا ستكون هي الوحيدة الخاسرة هنا انتصرفت بعناد لذا الجثو بهذا الشكل ستكون وسيلتها لتنجو تكمل أعي تماما بأنني تصرفت بغير النطج حتى الآن ولكنك لو غضبت النظر عن تصرفي هذه المرة فسأبدل ما بجهدي لأثبت لك جدارتي قبل يوم الاحتفال بسن الرشد لذا أرجوك أن تغفر لخطأي هذه المرة يا أبي يخبرها الدوق أنه فهم كلامها لذا فلتقف يكمل بأنهم الإيكارت يزنوا أقوالهم لا تضيع الفرصة التي كسبتها اليوم تقول له حسنا وتشكره تتنهد وتقول بطريقة ما تمكنت من اجتيازه لا تدري بالضبط إن كان ذلك أفضل خيار ولكن تفترض بأنها في بر الأمان الآن وعلى أي حال لا يعتبر الدوق أحد الشخصيات الرئيسية عليها أن تكون ممتنة لقدرتها على النجاة منه يأتي أحد من خلفها ويقول متأكد بأنني أخبرتك أن تعيش حياة هادئة كما لو أنك ميتة هديها شوي هديها لأن الكرسي بينشق تحتك من كثر من تشاد عليها ليه هديها شوي هديها ريحها شوي شوي هدي عصابك يا أخي تقول بنولبي أن هذا الصوت حنقول عنه سيد أزرق سيد أزرق أحلى أسماءهم صعبة وأنا مش فاضي أحفظ أسماءهم وضلب تجلد أسماءهم ويقول لها أن إيميلي كانت تعمل بالملكية الدوقية لعشرة أعوام مهما كان مقدار المال الذي يقدموه فلا أحد يرغب في أن يصبح خادمة خاصة بها لقد كانت الصبية الوحيدة التي تطوعت من أجل خدمتها لكنها أنهت كل شيء اليوم هل تشعر بالرضا وهي تضرد آخر خادمة باختلاق مشكلة كهذه تغضب بنولبي وتقول ما تفعل ذلك؟ لقد كان أخوه من اختلق كل تلك الجلبة بينما كانت هي تتلع تلك القمامة لكن إن أجابته هكذا ستموت إلى محالة ثم تقول لتصبر عليه قد تموت لو قللت نسبته أكثر لتعتمد على قوة النظام وتفعل الخيارات الخيارات ثلاثة الخيار الأول إذن هل تربطه علاقة حاميمة مع تلك الخادمة أم ماذا؟ الخيار الثاني لقد ترضت الخادمة لأنها تستحق ذلك الخيار الثالث أن تحدق فيه فقط يربط قلبها وتخاف وتقول فليدفع الخيارات بسرعة فليدفعوها أتطوق اللعبة حقا لرؤيتها مقتولة؟ وينادي عليها يقول يبدو أنها لن تزعج نفسها حتى بالإنصاط إليه ثم تلتفت إليه وتقول أنها آسفة على اختلاق تلك الجلبة وتناديه بالسيد الشاب يصدم ويقول ماذا؟ الاحترام المفاجأ هذا مش من عويدنا تقول بنولبي في عقلها إلى متى؟ إلى متى ستطلب الغفران لأشياء لم تقترفها؟ عندما كان الجميع يتنمر عليها لم يؤسيها أحد لم يقف معها أحد حتى أنها كانت تعتذر عندما يتم ضربها من الآخرين دون سبب تكمل وتقول للسيد أزرق أنها لم تعرف حدها وتقول في عقلها أنه لديها كبرية أيضا أن تهين نفسها أمام الآخرين يشعرها بالمرض لكنها في الماضي اعتذرت لمرات لا تحصى لكي تنجو تماما كالآن وتخبره طالما لم تستطع على حل الأمر بنفسها فلا داعي لأن يطرد الخادمة لقد خرجت للتو من عند والدها بعد أن طلبت الغفران منه أيضا وتخبر السيد أزرق أنه لن يكون عليه الاهتمام بها فمن الآن وصاعدا ستعيش حياة هادئة لذا ترجوه لأن يغفر خطائها هذه المرة وتقول بنولبي وضعها هي والشريدة متشابه جدا ويشعرها هذا بالمرض رغم أن سلوك بنولبي الحقيقية عنيف على عكسها وإن كانت ستنجو عن طريق طلب الغفران وطالما أن هذه مجرد لعبة وليست الواقع ستتوسل إليهم بقدر ما يشاءون يجيبها أنه فقط لهذه المرة سيسمح لها لهذه المرة فقط والتضع في الاعتبار إنها آخر مرة سيغفر على سلوكها المتعجرف تقول في عقلها حسنا حسنا لقد فهمت إذن فليعودوا إنها تتضور جوعا منذ صلاح اليوم بسبب تلك الخدمة اللعينة ولهذا لقوة متبقية في جسدها كانت على وشك الوقوع بعدها يمسكها السيد أزرق تحدق به وتقول لديه عيون زرقاء كالمحيط ثم يخبرها سمع بأنها أكلت طعاما متعفنا لما لم تطلب حضور الطبيب هنا لحظة إدراك كان يعرف كان يعرف بأنها ليست غلطتها لكنه ما زال يلومها إن لم تطلب مغفرته كما في سيناريو اللعبة فهو حتما سيقوم بقتلها تبعد يدها عنه وتقول لا بأس لا بأس سيد الشاب لقد وعدتك للتو بأنني سأحرص على ألا أجعلك تهتم بي وتخبره أن يعذرها ستغادر تقول في عقلها أن يتركها في حالها ستبدو جهدها كي لا تعكر مزاجه لذا لحاجة في توجيه السيف الذي على خصره ناحيتها يقف سيد أزرق في مكانه ويقول تناديه بسيد الشاب ويتذكر في أحد المرات عندما أخبره السيد زهري أن بن لبي لا تنادي والدهم بأبي هل ليس هذا مضحكا؟ إذن لما تناديهما بإخوتي؟ ويتذكر نظرة بن لبي البائسة بعدها يلتفد وتزداد رقم الشعبية والحب إلى خمسة تتمدت بن لبي وتتنهد بأنها لازلت على قيد الحياة لقد فكرت بالأساس مخاطبته بالسيد الشاب في ذلك الموقف العشوائي وتقول لا بد أن سهرها في ذلك الوقت لقد جاب نتيجة بدأت تفهم قليلا طريقة سير الأمور عندما كانت تستهدف ديريك لهو السيد أزرق كانت تنقص نسبة الشعبية عند اختيار أي خيار يتضمن كلمة أخي على الأغلب لأنه يستحقر بن لبي كثيرا لدرجة أنه يتقرف سماع أخي منها وتقول أنها ماتت لعدة مرات بدون معرفة ذلك هو انتقائي حتى أكثر من أخاها الحقيقي لكن من الآن وصاعدا لن تنادي ديريك بأخي وتقول أن عليها أن تأكل شيئا ما إنها تغمض عينها بلا شعور ولم يمر نصف يوم حتى لقد حدثت الكثير من الأمور لم تعد تريد التفكير بأي شيء الآن بعدها نسمع صوت صراخ طفلي لماذا كان هذا في غرفتك؟ أجيبيني أيتها الجرد أنت من سرقتي صحيح؟ يخبره الدوق أن يرقب فماه تقول بطلتنا أن رؤيتها مشوشة وصوتها مختلف آه لقد فهمت إنه حلم بنولبي يقول لها الدوق أن تجيب لماذا بحوزتها؟ عقد إيفون إنه متأكد بأنه منعها من الدخول لغرفتها ما من داعا لاستجوابها يا أبي أنا متأكد من أنها سرقت تقول بنولبي أنه لم تسرقها لم تقترف شيئا كهذا أبدا يكمل أب شعر زهري طالع من كوكب زمردة لا تجعلني أضحك إذن كيف بصلت هذه هدية يوم عيد ميلاد إيفون التي تلقتها من أبي في درجاك؟ تقول بنولبي أنها لا تدري لم يسبق لها أن رأت ذلك العقد وهي لم تدخل أبدا لتلك الغرفة بعدها يقول كبير الخدم أنه رأاها رأى الأنسة بنولبي تصعد وتنزل إلى الطابق الثالث لعدة مرات في الأسابيع الماضية وذلك عندما كان يتفقد الطابق وجد أن غرفة الأنسة إيفون مفتوحة تلتفت بنولبي لي كبير الخدم وتقول ماذا؟ تقول للدوق أنها لم تكن الفاعلة ليست هي لم تدخل لتلك الغرفة أبدا تقول في عقلها إنها الحقيقة احتاجت فقط إلى مكان تختبئ فيه من الخدم الشريرة لم تكن تحبر سرقة أي شيء ثم يقول الدوق لكبير الخدم أن يولغ جميع الغرف بالطابق الثالث ومن ضمنها غرفة إيفون وليجلب بائع مجوهرات من أجل بنولبي في الغد لكن بنولبي تنادي على وليدها وتخبره الحقيقة إنها لم تص لكنه يمر بجانبها مرور الكرام ولم يرد أن يستمع لها أبدا يدفعها سيد أزرق وسيد وردي ويقول لها كان عليها الانصراف بما أنهم لا يزالوا يعاملوها بلطف ويهمس لها سيد أزرق كيف تشجع على الكذب إنها قذرة ومنذ ذلك الحين لم تنادي الدوق بأبي مجددا بعد ذلك اليوم اشترت بنولبي قدرا كبيرا من المجوهرات من التجار الذين كانوا يأتوني للقصر غير مكتريثة لو انزعج الخدم أو انزعج الإخوة الغير أشقاء على إهدارها للمال وعدم معرفتها لمكانتها أقسم بالله أبو مستفز عيلة مستفز إخوة مستفزين خدم مستفزين محاطئ بشلة استفزاز الله يعينها كيف ترفع مقدار الحب الشعبية عند هذول الناس المقززة ثم يطرق أحد على بنولي بالباب يدخل عليها ويقول إنه كبير الخدم يخبرها جاء لي أن هناك مسألة مستعجلة يجب الاهتمام بها في أسرع وقت ممكن تخاف مسألة مستعجلة أهونك من يحاول الإيقاع بها يخبرها أنه عليهم تعيين خدمة شخصية جديدة من أجلها يقول ظنوا أن عليهم تعيين خدمة جديدة قبل حلول وقت العشاء لذا تقطعه وتقول له لحظة تقول في عقلها ما هذا أل هذا السبب فتح الباب وهي نائمة بدون إذن منها ثم تقول له ما هو اسمك يا كبير الخدم يتوتر ويقول ماذا تجيبه لقد سألته عن اسمه يجيبها إنه فينال تقول إنه لا يملك لقبا إذن ها؟ حسنا إذن ما هو اسمها؟ قل لها لماذا تسأل سؤالا كهذا فجأة؟ تخبره أن يجيبها يقول أن اسمها بنولوبي إيكارت تخبره أن هذا صحيح النبيلة بنولوبي إيكارت ورغم هذا لم تكن تعرف أن هناك أناس مجردين من أي ألقاب يمكنهم التجرؤ على الدخول لغرفة النبلاء كما يحلو لهم أو ربما أنها أخطأت الفهم كبير الخدم؟ وعلاوات على هذا دخول الرجل إلى غرفة أنسة شابة بدون إذنها ما الذي سيفكر فيه الناس إن انتشرت الشائعات؟ يصرخ ويقول كيف أمكنها قبل هذا؟ هل علي حقا توضيح كل تصرف كي تفهم؟ يسلع على ركبتيه يعتذر ويقول إنه آسف لقد أخطأ في حقها ويرجو أن تغفر لخطائه تخبره أنها لا تريد رؤية وجهه لبعض الوقت لذا من الآن وصاعدا إذا أراد إخبارها بشيء فليرسل أي إن كان عداه يقول لها لكن كما تعرف اختيار الخدم هي مسؤوليته تقول له نعم أم لا هذا ما تريد سماعه ثم يقول حسنا لقد فهم ويخبرها هل تريد أن تتناول العشاء؟ تجيبه لا فليذهب ترتاح وتقول وأخيرا تشعر بالانتعاش ربما قصت عليه بعض الشيء وهو رجل كبير في السن لكن بنولبي كانت تكرهه لستة سنوات وهو لن يخبر الدوق على قولها لأمر كهذا والآن وهي تفكر بالأمر لقد كان هناك نظام يسمى بالسمعة في اللعبة حيث تقوم بتوطيض العلاقات مع من حولها صحيح؟ حسنا ليس وكأن لديها وقت لإلاء انتباهها لذلك وهي لا تزال من شغلة برفع الشعبية وتقول بنولبي أيتها الحمقاء إن كنت غاضبة فكان عليك الاستفادة من منصبك عوضا عن الصراخ وصب نوبات الغضب على من حولك فأنت لست نبيلة في صباح اليوم التالي تأتي كبيرة الخدم عند بنولبي تقول بنولبي هل فادما فعلته الباريحة؟ تعتقد بأنهم لم يقتحموا الغرفة بدون سماع إذنها بعد الآن تكمل كبيرة الخدم أنه جاءت من أجل تعيين خدمة جديدة لأجلها بعد سماع حادثة الأمس فلتعلمها إن كانت هناك خدمة معينة تريدها وإلا سيكون عليها اختيار خدمة بنفسها ثم تسأل بنولبي ما اسم تلك الخدمة التي كانت تخدمها؟ تقول لها كبيرة الخدم إنها إيميلي لم تطرد لكنها نتيجة فشلها سينقطع لتبه لثلاثة أشهر وها هي الآن مسؤولة عن غسيل الملابس لكن لماذا تسأل عنها؟ تقول بنولبي يبدو أن كبيرة الخدم تعرف ما الذي جرى وتقول لها أن تخبر إيميلي أن تعود لخدمتها لا تشعر من الارتياح لعدم وجود خدمة تخدمها الآن وحتى لو قموا بتعيين خدمة جديدة فسيأخذ وقتا حتى تعتاد على خدمتها لذا من الأفضل أن تعيد الخدمة القديمة كما هو الحال دائما تقول كبيرة الخدم لكن السيد الشاب قام بمعقابتها شخصيا على مقترفاته تغضب بنولبي وتقول لها ألا تستطيع سماع ما تقوله؟ أخبرتها بأنها ستتضايق من وجود خدمة جديدة فقط فلتجعلها تعود لخدمتها تقول كبيرة الخدم إن كان هذا ما تريده فستسأل الدوق أولا تحضب بنولبي وتقول لآخر لحظة لن يلبي أحد طلبات بنولبي بدون أي أسئلة لم يكن هذا الحال في الوضع العادي لقد كان الخدم يضعون إيفون الإبنة الحقيقية لهذه العائلة أي يريدون منها أن تتصرف بعنف وتلحق الدرار بالآخرين؟ أهذا ما يريدونه حقا؟ ثم تقول لكبيرة الخدم أنه لا داعي لذلك ستذهب بنفسها لرؤية والدها بما أن الأمور ألت لهذا الوضع فستذهب إليه وتوضح له ما جرى بالأمس وتطلب منه أن يغفر لإيميلي لن تكون هناك أي مشاكل حينها في الواقع لم تكن إيميلي السبب وراء التنمر على بنولبي وللوحيدة المتورطة في الأمر بل أيضا كبيرة الخدم التي بقيت متفرجة على الإساءة التي تتعرض لها سيدتها لذا انتصرف أمر كهذا فيما الذي سيحدث ياترها ثم تسأل بنولبي أين هو والدها تجيبها كبيرة الخدم أنه في القصر الإمبراطوري تسألها بنولبي متى سيعود ثم تقول كبيرة الخدم حسنا سوف تعيد إيميلي على الفور يبدو بأنه لم مبرر لقلقها لم تفهم كلمات أنيستها جيدا لذا إنها آسفة ثم تقول بنولبي نظام الصمع أصبع بحالة من الفوضى الآن وتخبر كبيرة الخدم تأمل بألا تجعلها تكرر كلمها ثانية لم يخشى الخدم ولو لمرة واحدة سيدتهم الشابة بل كانوا فقط يلقون اللوم على مزاجها العنيف في كل مرة لكنها لا تنمي أن تموت بسبب هذا وتخبر كبيرة الخدم أن تعود بعد اللحظات جاءت إيميلي عند بنولبي هي اسمها أعتقد بينلوب بس محبيته بنولبي أحلى جاءت الخدمة وكانت خائفة تتوتر وتتردد في كلامها تقول سيدتي الشابة لقى قد أعددت الفضور لك وكان الفضور لأول مرة مناسب جدا تحدق بنولبي فيها بعدها تقول لها هل لديها إبرة؟ تتبتل الخدمة وتسألها نعم لماذا؟ تقول لها أن تعطيها الإبرة التي كانت تطعنها بها في الصباح تخاف تركع وتقول إنها تتبصل لها إنها تعتذر حقا تعتذر كثيرا تغضب بنولبي وتقول لها ألم تسمعها؟ لتجعلها تكرر كلامها مرتين بعدها تخرج الإبرة من مقلة شعرها تحدق بنولبي وتقول من المذهل أنها استطاعت إخفاء شيء كهذا وتفكر في بنولبي الأصلية كم تأذات كم عدد الإبرة التي غريزت في ذراعها كل هذه الآلام تحملتها بدون أن يلاحظ أحد بعدها تقول بنولبي لإيميلي أن تنظر إلى هذا جيدا تقوم بنولبي بطعن نفسها بالإبرة تصرق إيميلي وتقول لها لماذا تفعل هذا بنفسها؟ تقول بنولبي لإيميلي ألا تبكي ألم تكن تفعل هذا لها من قبل؟ الآن لديها جرحان فحسب لكن في المستقبل قد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة ستستمر بفعل هذا بنفسها وكلما قامت بجروح لها ستظهر ندوب أكثر وسيلاحظ الناس بسرعة أكثر بعدها سيتسأل الناس عن هذا المجرم الذي قام بأذية فرد من عائلة إيكارد ومن ضمنهم أخاها بالطبع ثم تمسك بنولبي إيميلي وتقول لها فلتسمع جيداً الكلام الذي قالته للتو هو مجرد نتائج لما سيحدث في المستقبل فلتنهض الآن يجب عليها القيام بعملها أليس كذلك؟ تحدق بها بنولبي وتقول من الرائع أنها التفامة تقوله بسرعة لن تغير هذه الخادمة من الأفضل أن تؤديبها كان هذا يعجبها لأنه سيكون من السهل تأديبها واجعلها مطيعة ومخلصة لها بعدها يدخل أحد الغرفة بسرعة كان أبو شعر وردي تصرخ عليها ويقول لها ما الذي تحاول القيام به ويلتفت للخادمة يقول لها أندي أيضاً طبعاً بنولبي ما كانت مهتمة حدقت في الشوكة وقالت يجب أن تخبئها بسرعة حتى لا تموت لأنه في اللعبة الأصلية ماتت على إيد أخوها بالشوكة وتقول بنولبي لإيميلي أن تغادر بسرعة يصرخ أبو شعر وردي ويقول لها لا تجرأ على فعل هذا لكن تغادر إيميلي وتترك الإثنان بمفردهما يلتفت السيد وردي لبنولبي ويسألها فلتخبره ما الذي تحاول فعله تحضق به وتقول أن العدد لا زال بالسالب يصرخ مرة أخرى ويسألها هل تقوم بتشاهر كلامه لماذا ستجعل هذه الخادمة تعمل لديها بالرغم من كل ما حدث رينولد إيكارد أكبر بسنتين من بنولبي نفس فرق السن مثل أخاها الأكبر في الحقيقة بسبب هذا الفرق الصغير في العمر فدائما ما يتشجرني معا أحد الخيارات هو تنشيط نظام الخيارات ولكن لا تعتقد أنه يمكنها إجراء محادثة خاصة بهذه الطريقة بعدها تخبر السيد وردي أن هذا ليس بالأمر المهم يستغرب منها ويقول ماذا؟ ليس من المهم أن تقوم بإطعامها طعام فاسد؟ تخبره أنها لم تقصد بعدها يصرخ ويقول يا لها من وضيعة كيف لها أن تكون فردا من عائلة إيكار لا تعلم مكانتها وتقوم بإذلال نفسها هكذا؟ تحضق به مصدومة وتقول ما شأن الإذلال بالموضوع؟ يكمل ويقول إنها لا تحتاج لتلك الوقحة إن كانت تريد العمل هنا فلن تحصل على فلس واحد في اللعبة كان يقول سيد وردي لبنولبي إنها لا تعرف ما هي مكانتها وتقوم بمضايقة أحد أفراد عائلة إيكار ثم تتسم وتقول في عقلها أنها رأت هذا المشهد من قبل لقد قال هذا من قبل لبنولبي صحيح؟ يسألها هل تسخر منه الآن؟ كم يحتقرها الأخارون حتى تصمت تتجاهل الإيهانات؟ تقول بنولبي بعقلها إنها تعرف أن السيد وردي عمل بنولبي بسوء وتجيبه ربما لن يوافق والدها على طرد إيميلي يجيب السيد وردي أنه أمر بطردها فورا تقطعه وتقول أن والدها وأخاها السيد أزرق تمنوا أن لا تضرد إيميلي استغرب ماذا؟ أباه وأخاه لم يوافقه؟ تفكر في عقلها حسنا هم لم يقوله بالضبط بهذه الطريقة بدأ السيد أزرق في ذكر الوقت الذي كانت فيه إيميلي تعمل في القصر للضغط على بنولبي لكن ماذا عن ذلك؟ ليس الأمر كما لو أن كلماته كانت كفبة ثماما ثم تقول بنولبي للسيد وردي إذن هل قرر عدم ترضيها وتوظيفها كخدمة شخصية له؟ يصرخ ويسألها هل هي حمقاء؟ كان عليها أن ترفض تخبره ما الفارق؟ يصرخ ما الفارق؟ إذن هي تقول أنها سوف تستمر بأكل الطعام الفاسد؟ تقاطعه وتقول هل يمكنه أن يضمن أن الخدمة الجديدة لأن تفعل المثل؟ أتفكر في عقلها أنه من الأفضل أن تهدأ لا يمكنها أن تكون مهمل أجدا بسلوكها معه إذا أخبرته أن كل شيء بسبب سلوكه تجاهها فهذا يزيد فقط من العلامات السلبية ارتفع مقدار الحب قليلا لكنه ما زال سلبي ربما يسقط مجددا وإذا حدث ذلك من الممكن أن ينتهي بنهاية مزدودة وتقول له أنها لم تذهب إلى وليدها أمس لمناقشة الخلاف أو عدم تغضي الخادمة يسألها إذن لماذا؟ تجيبه كان من أجل التوصل لغفرانه على ركبتيها بسبب صنعها لفضيحة خلال وقت سابق طبعا الأخ مزدوم بينولوبي جلالة قدرها ومقامها تتوسل؟ يقول لها هل قالت أنها توسلت؟ لا هل والده طلب منها أن تفعل هذا؟ تكمل بأنها قالت لوالدها أنها ستكون حريصة للغاية على عدم التسبب في مشاكل لبقية حياتها وتفكر في عقلها أن نصف خطر موتها سيختفي إذا بقيت صامتة وتقول في عقلها لذلك لا تجادلني أنا أتوسل إليك وتخبره من فضلك يا أخي أول ما سمع كلمة أخي غصب كتير وقال لها أليس لديها فاخر؟ هل ستكون هادئة حتى بعد أن تم جرها بهذا؟ هل هي حمقاء؟ لماذا لا تصرخ بينما تدمر الأشياء كما تفعل دائما؟ هذا الجانب يشبهها أكثر تقول له ألم يكن هذا ما توقعه منذ أن أحضر قلادة أخته إلى غرفتها؟ كان يفعل هو أشياء لها مثل هذا طوال الوقت لأنه يريد منهم أن يفعلوا ذلك يعني السبب الأكبر والسبب الأول في كل مشاكل بينولبي اللي هو السيد وردي هو اللي وضع قلادة أخته الوفقودة في غرفة بنولبي أول ما تبنها الضوق لحتى الكل يكرهها ويقولوا إنها سراقة وما حدا يحبها فتقول الخادم مدبرة المنزل إيميلي الأشياء التي فعلوها ببنولبي إنها مجرد نكات صغيرة مقارنة بكل ما فعله السيد وردي لكن السيد وردي كان متوتر ولم يعرف ماذا يجيب تخبره أنه لا يستحق الجدال عنه الآن وأيضا لقد كانت تتصرف كالحمقاء طوال هذا الوقت لكنها تعبت من هذا قريبا ستصلح بالغة وحفلة بلوغ سن الرشد تقترب لا يمكنها البقاء هنا في قصر إيكارت للأبد يزم ويقول لها ما الذي تتحدث عنه؟ هل ستتزوج؟ تخبره أن هذا عائد لوالدها وأخاها الأول السيد أزرق وتقول إنها لا تعرف ما سيحدث من الآن وصاعدا إذا حققت أحد الأهداف فهل ستتمكن من العودة إلى عالمها الأصلي؟ تحضق بالسيد وردي وتقول أن لا يقلق فإنها لن تختاره أبدا وتخبره أنه حان الوقت تستحم لذا من فضله فليغادر الآن لكن السيد وردي كان حزين جدا تحدق به من الضم وتقول ماذا؟ لم يسبق لها أن رأت مثل هذا التعبير على وجهه أثناء اللعب كانت خائفة لا يقول لها بأن النسبة ستنخفض لقد كانت حذيرة قدر الإمكان لكن النسبة ارتفعت لثلاثة بالمئة تقول ماذا؟ هذا كان ارتفاع أليس كثلك؟ ارتفع بالنسبة ستة بالمئة ثم يقول لها أنه كان أحمقا لقلقها عليها تحدق به بينما كان يغادر وتقول اعتقدت لأنه كان أقل هدف محتمل كانت فقد الأمل بالسيد وردي تماما فما تقول من الجيد أنها تخلصت من هذا الخيار لقد كان أوشيكا لكن تأمن أن يستمر على هذا النحو في المستقبل بعد الآن لا تستطيع أن تسميه سلبية بعد فترة تقول بنولبي هل جاءتها دعوة من القصر؟ تجيبها إيميلي نعم سيتم الاحتفال بعيد ميلاد الأمير الثاني وهذه هي الدعوة ستكون غدا لذا السيد أزرق طلب منها أن تسرع حتى تكون مستعدة تقول بنولبي أنها لا تصدق أن السيد أزرق فعل ذلك لم يقلها مباشرة حتى لكن هذا يعني أن وقتها كسجينة هنا قد انتهى وتقول نعم من الممكن لكن تود أن تبقى منتظرة في ركل من أركان المكان لذا إذن هي لن تتورط مع أي رجل هذا سيكون مريح أكثر بعدها تقول مهلا هل ستذهب للقصر الإمبراطوري؟ هذا يعني أنها ستستطيع مقابلة وليه العهد يا إلهي هذه نهايتها حفلة عيد ميلاد الأمير الثاني يجب أن يكون هذا أول ظهور لولي العهد في اللعبة تم قتل بنولبي بسيفة ولي العهد في هذا الوقت ثم تسأل بنولبي إيميلي هل سيذهب الضوق معهم الغد؟ تجيبها إيميلي لا لكن السيد أزرقها من سيذهب تسأل إيميلي بنولبي هل كل شيء على ما يرام؟ تبدأ شاحبة تقول لها بنولبي أن تخرج للحظة تفكر بنولبي ماذا يمكنها أن تفعل؟ حسنا ستكون بخير طالما تتجنبه بقدر المستطاع أليس كذلك؟ لا تتذكر أي شيء عن ولي العهد بمجرد أن تقابله تموت دون أن تقول كلمة في القصر الإمبراطوري مرارا وتكرارا لكن حتى لو لم تذهب فمن المرجح أن تموت ما هو المنطقي في هذا؟ وتفكر أربما لا تستطيع الذهاب إذا تظهرت بالمرض؟ ثم تخطر لها فكرة هل يجب أن تموت فقط؟ إذا ماتت هنا ربما يمكنها العودة إلى علامها الأصلي تعتقد أنه سيكون أسرع بكثير من الوصول إلى النهاية السعيدة مع واحد من أكثر الشخصيات الرئيسية الميؤس منها أيضا هذه اللعبة لديها زر إعادة التعيين إنه منقذها في الوضع الصعب الذي يظهر تلقائيا عندما تكون قرب النهاية السيئة ويعيضها إلى نقطة الحفظ والخيارات يمكن أن تظهر أيضا صحيح؟ حسنا هذا يصحق كل هذا العناء فلترى ولي العهد وهي تموت حمام مالي بالوارد ماسكات على الوجه كانت الخديمات حول بنولبي ويقول لها ما رأيها بهذه الفساتين إنها جيدة فلتختار واحدة منهن تقول بنولبي إنها متأكدة من أن تلك الخديمات كنا يعتشى هلا بنولبي وتقول إنهن متحمسات مثلها تماما في هذه الأيام لاحظت أن موقفهن تجاهها قد تغير وتحضق في نفسها في المرآة تقول حسنا هذا المكياج يجعلها تبدو جميلة جدا ثم تقول لهم فليحضر لها فستانا يغطي عنقها وتريد أن ترتدل قليلا من الإكسسوارات قدر الإمكان يجب أن تلبس بنفس الطريقة كالآخرين بدون أن ترفيت الانتباه تصم الخديمات ويقول لها لكنها حفلة في القصر الإمبراطوري تقول في عقلها إنها تفهم كيف أشعر لكنها لن تفهم إلى القصر الإمبراطوري لتظهير جمالها بعدها ترتدي عروستنا أجمل فستان دي طلعت أميرة وتقول للخادمات أن يخرجن ولتبقى إيميلي لوحدها تقول بنولبي لإيميلي أن تحضر لها قفازات بنفس لون اللباس تسألها إيميلي هل تريد أن ترتدي قفازات؟ أهي متأكدة من ذلك؟ تقول لها بنولبي هل يجب أن تفضح هذا للضيوف؟ تخاف إيميلي كثيرا وتخبرها بنولبي أن تقوم بإحضار القفازات لها بسرعة تتناهد بنولبي وتقول يبدو أنه بمعاملة إيميلي جيدا في الأيام القليلة الماضية هل تعتقد أنها تستطيع إجابتها؟ يجب أن تعرف كيف تتعامل مع ذلك كان السيد أزرق يحدق بشكل مصدوم ثم يقول يبدو أنها أصبحت أكثر إنسانية بعد سجنها تغضب منها وتقول في عقلها إنها المرة الأولى التي يروا فيها بعضهم البعض منذ أيام أهوى يسخر منها الآن؟ بعضها تقول لا والأكثر من هذا متزادت النقاط؟ هما لم يتقابلان منذ أيام إنه يفعل ذلك لأنه لم يتحدث معها؟ هل يكرهها بهذا القدر؟ إذا علمت أن النقاط الشعبية ستزداد إذا لم يقابلها فقالت أنها لن تذهب معه إلى الحفلة لكن ماذا يمكنها أن تفعل؟ فلتصعد العربة بهدوء بعدها ركبت العربة وتحدق في السيد أزرق كان مادد إيده لأخته عشان تصعد بعدها يشعر بالغضب خافت بنولبي ودخل العربة وهو غاضب تقول ماذا يفعل؟ هل سيذهب إلى القصر معا؟ تسأله هل سيذهب معها؟ يجيبها هل لديها أي مشكلة مع ذلك؟ تقول في عقلها ماذا دهاه إنه لم يفعل أي شيء مثل هذا في اللعبة يقول لها إذا لم تحب ذلك يمكنها استخدام عربة أخرى تخبره لا إنها لا تمانع تحدق به وتقول فلينظر إليه إنهما يسافران معا لكن الأمر لا يبعث على الراحة إطلاقا وزادت نقاط الشعبية مرة أخرى أصبحت ستة بالمئة تحدق وتقول نعم تعتقد أنه يجب أن تتعامل معه بنفس الطريقة بعدها ساد الهدوء المكان تقول بنولبي في عقلها إنها تستطيع التنفس فليساعدوها إرجاءا بعدها وصلو تقول بنولبي يمكنها أخيرا للهرب من عربة الموت هذا ستذهب لتستنشق بعض الهواء النقي كان المكان خانق جدا فليخرجوا من هنا بعدها ينزل السيد أزرق ويخبرها أن تمسك بيده لتنزل كانت مصدومة في عقلها وتفكر هل هو يريد مرافقتها الآن بعد أن فكرت في الأمر عد ما كانت في العربة هل مد يده لها لتصعد يقول لها ما الذي تفعله ألن تنزل ثم تمسك بيده بنولبي وتنزل وتشكره سيد أزرق عامل رومانسي وحركات بعدها يقول الحاجب ألا الحاجب في المحكمة بيقول الحارس لما بيدخل للضيوف بيقول عن كل ضيف باسمه السيد الشاب الأول ديريك إيكارت والأنسة بنولبي إيكارت سيدخلان يهمس السيد أزرق لي بنولبي ويخبرها ألا تكون متهورة إنها لم تنسى أن وقتها للخروج من هذه الأحداث انتهى أمس ليس كذلك إذا قامت بعمل فضيحة مرة أخرى فلا تفكر في ترك هذه الغرفة أبدا تخبره نعم ستكون حذيرة إنها تعرف ذلك بالفعل بعدها يدد الجميع بالالتفاف حول السيد أزرق وكانت الفتيات مع بعضهن البعض لكن بنولبي وحيدة تقول أن لا أحد مهتم بأن يكون معها بما أنها سيئة السمعة وتقول حسنا إنها ليست وحيدة جاءت إلى هنا لغارض ما لقد تحققه وبعدها يمكنها العودة للوطن لكن بعد مدة لم يحدث أي شيء تصرق في عقلها وتقول أليس من المفترض أن يأتي ولي العهد؟ بعدها يناد الحارس صاحبة السمو الملكة والأمير الثاني قد وصلا تقول الفتيات أنظر إلى ذلك اللون الفاتح جدا إنه رائع شعره هو رمز العائلة الإمبراطورية تحقق بنولبي وتقول عرش الإمبراطور فارغ ألم يكن من المفترض أن يكون هذا مقعد كليستو؟ بدلاً من الإمبراطور الذي لا يظهر تقريباً في اللعبة العرش دائماً كان محتل من قبل ولي العهد ثم تتسأل لماذا جلس الأمير الثاني بشكل طبيعي؟ ثم يقول الأمير الثاني فلينهض الجميع ويشكرهم على حضورهم لحفلة عيد ميلاده على الرغم من انشغالهم فجأة يقطع كلامه أحد يفتح الباب بقوة يلتفت الجميع ويتسأل ما هذا الضجيج؟ ثم يصرخ بأنه صاحب الجلالة ولي العهد لقد كان كليستو وتقول هل كان شعر الإمبراطورة والأمير الثاني يلمع؟ إنها لا تعرف لكن شعر ولي العهد يبدو كما لو أنه مصنوع من الذهب شعر ذهبي مظهر يصرخ الجميع أو يا إلهي هل هذا دم؟ ما الذي في يده؟ أليس هذا شخص؟ كان السيد ولي العهد يحمل شخص بيده ويقول لأخاه عيد ميلاد سعيد يا أخي بعدها يرمي الرجل الذي كان بيده تصرخ الأستاذ إمبراطورة والأستاذ أخو ولي العهد ويسألانه ما الذي يفعله؟ يجيب ولي العهد الجمر هل من الغريب أن يحضر إلى حفلة ميلاد أخيه؟ تصرخ عليه الإمبراطورة وتقول له ما هذه الوقاحة؟ إنه يعرف بنفسه أنه عمل فضيع لحضور حدثا لم تتم دعوته إليه أليس كذلك؟ يجيبها لم أتلقى دعوة هذه ملاحظة تجعلني حازين لقد قمت بدعوتي وتركت أعمالي وأمور سياسية كي أحضر إلى المأدبة لكن الخدم الذي جلب الدعوة كان غير ناضج جدا لم يعطيني الدعوة التي أخبرتها أن يقدمها إلي لكنه فعل أشياء أخرى سيئة لذا علمته الدرس فقط لماذا لم تختار غادما أكثر ملأمة وخبرة؟ يا أخي الصغير ثم يقول كاليستو لأخيه إذا أراد هدية مرة أخرى منه فليرسن مثل هذا الخدم الصغير مجددا لا فليقم بإرسال الكثير إليه بعدها يلتفت ملي العهد للمغادرة تقول بنولبي أنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل في اللعبة إذا هو مثل علامة الإبر التي لم تكن موجودة اللعبة كانت تقول غادر كاليستو ريجوليوس الذي لم يكن على علاقة جيدة مع الأمير الثاني قاعة الولائم بعد أن أصبحت حادثة صغيرة تفكر بنولبي في عقلها أي سمو هذا حديثة صغيرة إنها للعبة مجنونة بعدها تظهر لها إشارة من النظام أنه بدأت الحلقة الثانية ولي العهد الدموي كاليستو هل ترغب في الانتقال إلى حديقة البتها على الفور؟ تقول بنولبي أخيرا حلقة كاليستو لكن في الواقع إنه أكثر جنونا من اللعبة ماذا لو قطع رقبتها بمجرد أن تلتقي به؟ ثم تقول على أي حال ستذهب إليه لكي تموت إذا تحملت الأمر لمرة واحدة يمكنها العودة إلى منزلها إلى جنب ذلك هناك تأمين يسمى زر إعادة الضبط إذا كان هذا الحال وماتت ولم تعود إلى منزلها يمكنها النقر فوقه والبدء من جديد وتعود للعب اللعبة مرة أخرى من البداية بعدها تضغط على الزر وتنتقل بسرعة إلى الحديقة تقول لم تكن تعلم حقا أن التنقل عن بعد يوجد في هذه اللعبة لقد تفاجأت وتقول الآن سنسير نحو طريق الموت وتفكر إلى أي مدى يجب أن تذهب قدمها تؤلمها عندما تسير بهذا الحداء لقد صارت لفترة طويلة بعدها يأتيها سيف على رقبتها يقول تسألت عن أي نوع من الفئران التي كانت تدور هنا في هذا المكان ها؟ أليست هي كلبة عائلة إيكارد المجنونة؟ ألم تراه في قاعة الولاءة؟ هل بعدها قامت بتتبعه؟ يبدو أن لديها رغبة في الموت بدولبي كانت خائفة جدا ثم يقول لها فلتتحدث لماذا تبعته مثل الفئر؟ ثم يقوم بجرح رقبتها تقول أن الأمير المتوجس يقتلها الآن أين زروا إعادة الضبط؟ حتى لو ماتت لكن أين زروا إعادة الضبط؟ فجأة اختفى الزر وتقول إنه ليس هناك يجب أن يكون هنا لماذا اختفى؟ يقول ولي العهد بما أنه ليس هناك إجابة فهل حال الوقت ليوصل ودعها للدوق وإخوتها؟ سيكون لطيفا ويوصل سلامها إلى عائلة إيكارد شايفين؟ شايفين ما أحلى السيد دهبي ولي العهد القمر بدي يوصل سلامها في حدا بوصل سلام؟ في حدا بدي يكتل حدا وبيوصل سلام كمان يا شيخي تطلوا عليه قمر وسنعرف في الحلقة القادمة هل سيوصل السلام فعلا؟ أم ما الذي سيحدث؟ وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم نراكم في الجزء القادم السلام بسكو الختام ودعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا